هنا صوت لبنان صوت الحرية والكرام القضاء قال كلمته لصوت لبنان عنوان واحد هنا صوت لبنان على الموجتين 100.5 100.3 قنبلة صندوق النقد على الطريق مصارف تغني على ليلاها وتتفنن في قص شعر المودعين على عينك يا دولي دولة لاريجاني في بيروت والدولار يجن في الأسواق انفخت دف التسوي النشاز وتفرق عشاقها فسقط العهد والنائب والوزير ووحده الشعب ارتفع انت ضيعت ثورة الأرز وخربت البصرة على رؤوس أهل فاتفضلوا تحملوا مسؤولياتكم الدولة اللبنانية أمام خيارين أحلى هما شديد المرارة ديون لبنان تلامس التسعين مليار دولار واحطياطه من الذهب يقدر بستعشر مليار دولار والليرة فقدت أكثر من نصف قيمتها حتى تاريخه فلم يعد ينفع التغني بمقولة معدن لبنان الأصفر لليوم الأسود الكارثة تنجب كوارث في كل القطاعات فالحديث عن 120 مليار دولار في المصارف تبين أنه أرقام دفترية ولا دولارات فعلية وقبل بلوغ البلد الاستضام بالقاع الطرف الأقوى في المعادلة يلعب ورقة محروقة لفصل الاقتصاد عن السياسة وبين عصى فزاعت العقوبات التي تستخدمها الإدارة الأمريكية كأسلوب حرب جديد في المنطقة وجزرة المساعدات الإيرانية التي قدمت للبنان ليضع نفسه لقمة سائغة في جوف محور الممانعة هل ستقايد حكومة اللون الواحد سلة إيران السهلة بمسلة سادر المشروطة؟ في معشرة المساء رئيس تحرير الأخبار في الـ LBCI جانف غالي فتابعونا مساء الخير السيد جان مساء النور يعني بأول سؤال اليوم رئيس بره فجاء الكل عطى الحلول على ما يبدو الحكومة أخذت قرارة بجدولة الديون برأيك هل استدعاء صندوق النقد هو خطأ تاريخي أم بداية الخروج من النفق؟ بديك تشوفي بالأول إذا فيه خيار غير صندوق النقد الدولي فيه إجماع أنه بالأدوات الداخلية ما بق فينا نخرج من الأزمة يعني هناك استحالة الخروج من الأزمة من دون مساعدة خارجية هلأ منسميها استشارة منسميها برنامج منسميها فينا نسميها شو ما بدنا ولكن بعدة الشغل الداخلية ما بقدرين نطلع من الأزمة صندوق النقد الدولي ما بيعزم حاله في حدا بيوجه له الدعوة نحن شو كنا نعمل بالماضي كنا يا في دولة تدعي لمؤتمر ليساعد لبنان مثل بريس واحد وبريس اثنين وبريس ثلاثة وصادر يا بدوا تجي هبة يا وصلنا لمحل ما بق عنا خروج من هذه الأزمة إلا عبر صندوق النقد الدولي هلأ حتى صندوق النقد الدولي ما عنده الحل الكامل بس تكونوا عارفين الناس صندوق النقد الدولي بيقدر يحطنا على السكة الصحيحة بس ما بيعطينا الحل يعني نحن اليوم بأزمة حقيقية صندوق النقد الدولي بدوا يجي يقلنا فيها الشروط تكونوا على السكة الصحيحة إذا بتحبوا الطب قوة أنتوا بتصيروا على السكة إذا ما بتطبقوا ما راح تكونوا على السكة بكل بساطة يعني صندوق النقد الدولي ما عنده مش حامل بإيده حل سحري صندوق النقد الدولي بدوا يجي لعنا ويقلنا هاي دي المادة مش اختيارية هاي دي المادة الزمية بتحبوا تاخدوا فيها أنتوا بتصيروا على السكة برحلة الألف ميل بس إذا ما بتاخدوا فيها أنتوا محلكون ورايحين عموديا للإنهيار اليوم فينا نقول بعد كلام الرئيس بره إستاذ جون فغالي أنه خلص حسم الأمر ونحن متجهين لإعادة جدولة والتفاوض مع الدائنين من أول يوم كان الاتجاه أنه ما يندفع أو تتجدول ولكن بالاتفاق مع السندي اللي حامل السندات يعني ما منقدر نحن كالبنان من وجهة نظر وحدة نقول نحن قررنا ما ندفع بكل بساطة أنه ما فرقني معنا حدا ونحن مدري شو على الطريقة اللبنانية والبهورة لا في ناس أقرضونا حاملين سندات اللي هي قروض بتجي آخر النهار بتقيلينه نحن ما بدنا ندفع لكون هاي دي بيقدر يعملها فرد يعني إذا شخص اخذ مصاري من التاني وما ردد له مصريات وفيه يرفع يرفع لي دعوة سمح لي أسألكون استاذ جان يعني يمكن فيه سؤال بادر لزهن كتار اليوم بعد ما سمع الرئيس بربي سمعنا الرئيس بربي لاش الرئيس بربي استبق وصول وفد صندوق النقد وعطها يعني حسم الأمور بينما الحكومة كلنا منعرف أنه كانت بحيرة من أمرها وبتقول نحن طلبنا استشارة فنية لأنه مش عارفين شو بدنا نعمل لاش الرئيس بربي أوطب على الحكومة سمح لي استخدم هالتعبير وبيدر للإعلان حتى قبل بدء المحدثات مع صندوق النقد لاش الحكومة سمحت له أوطبها الرئيس بربي عنده هالخصلة مثل نحكيها بالدرج مثل ما هي اه لاش الحكومة سمحت له أوطب بكل بساطة يعني مثلا الرئيس بربي يحاول يحرش حدا الرئيس بربي لا الرئيس بربي يحاول يوضع حد للجدل اللي ممكن يطلع إنه منسدد أو ما منسدد في ناس راح يقولوا لأ ما بدنا نسدد في ناس بيقولوا منسدد ولكن بشروط عم يجي يقولون إنه هايدي أصلا طريقة بس حتى هايدي ما إنه ملزم يعني بالأخير اللي بده يفاوض مع صندوق النقد الدولي هو الحكومة هو السلطة التنفيذية هلا إذا السلطة التنفيذية آخر يتقرار غير اللي بده يير الرئيس بربي ينزلها عمجلس النووي وبيطرح السئة فيها بس كمان خليني أرجع أقول شغلي إنه الرئيس بربي هون كيف بيأوطب إيه أوطب جمعة الماضي عمل جلسة عمل جلسة السئة قبل ما يصير فيه نصاب بقلب القاعة طيب لاش هون لاش هون رئيس لحكومة وفا جمعة الماضي اللوقت اللي فتتحت الجلسة ما كان فيه نصاب ما كان فيه نصاب بقلب القاعة يحق للرئيس ما لا يحق لغيرها وقبل كمان نفس الموضوع إنه منطرح الموازنة من دون قطع حساب ومنصوت على الموازنة كمان يحق للرئيس بربي وجمعة الماضي بيعمل جلسة السئة بدون ما يكون فيه نصاب بالقاعة يحق للرئيس بربي واليوم كمان بيطلع الرئيس بربي بيقول إنه نحنا بدنا نجدول يحق للرئيس بربي طيب الرئيس بربي سارعا متسرر فوق السلطة التنفيذية الرئيس بربي رئيس السلطة التشريعية بس لما الرئيس بربي بيعمل هاو والسلطة التنفيذية ما بتقله شي بياخد كسرة اليوم بتدعي الرئيس دياب إنه يعني إذا الرئيس بربي حسما طيب فإذا ما شو المفاوضات ما اليوم أنت لما يوصل إنه بكرة الخميس يمكن لازم يكون الليلة واصل الوافد الوافد الـ IMF وبكرة تبلش الاجتماعات طيب إذا الرئيس بربي حسما فإذا ما شو الاجتماعات بعدين بديلك أكتر من هيك ما أنت بديك تشوفي هلأ السناديق اللي هي حاملة السناديات بديك تشوفي إذا بتقبل أو ما بتقبل ما في موضوع هون نقدي وقانوني هايدي السناديق اللي حملتها يمكن ما تقبل أنه أنت تجدولي رئيس جمعية المصارف بيطمن اليوم أنه في استعداد لدها السنادي رئيس جمعية المصارف يا ستنا من شهرين طول عبيب أصر بعبدة وقال أنه أنا أطمئن اللبنانيين إلى أن وداعهم بخير هل اليوم الوضيئة بخير هو عم بيقول هاك هو عم بيقول هاك بس من شهرين أنت اليوم إذا عندك وضيئة لم بتروحي تتسحبي منها عم بتحسي أنه بخير أنا بدي صدق شو بيقول لأنه هو بموقع التصديق شي تصديق شي والعالقرض شي تاني يعني معلش أنه اليوم اللي عم بيقوله رئيس جمعية المصارف في كتير ناس في كتير ناس ما عم بتسدي اللي عم بيقوله انطلاءا من تجارب مش عمرة عشر سنين عمرة عمرة أقل من شهرين اسمح لي أسألك هون كصحافة مخضران وبدو تتابع الأمور بدقة من ساعات قليل يعني مبارح كان رئيس جمعية المصارف عند المدعي العام المالي ليش كان بطريقة استدعاء ولا بطريقة استماع ولا عرفتوا شي عند الموضوع لكن ما بق هني هيدا بلد هيدا بلد ما في سر حتى لو واحد قرر يعمل الشغل يسر النائب العام المالي من أكتر من عشرة أيام عم يتحرك باتجاه له علاقة ب خروج أموال من المصارف اللبنانية بعد 17 تشريل الأول بالوقت اللي كانت المصارف مقفلة على مدى أسبوعين يعني بهالأسبوعين ظهرت أموال من لبنان من المصارف فبالتالي إذا كانت المصارف مقفلة كيف ظهرت هادي أول سؤال والسؤال التاني حكي أنه في مصارف لبنانية حاملة سندات دولية أو دعتها في ناس بيقولوا باعتها للسنديق اللي حامل الأسهم بالخارج ويقال أيضا أنه أو دعتها هالسنديق بالخارج تفي حال لبنان سدد المليار ومئتين مليون تيكون من هالمصارف إلو نحصة من هالمليار ومئتين مليون ويرجعوا يجيبوا فيها فريش ماني ويعززوا ملائتهم ويعززوا السيولة بالدولار بالداخل هلأ هاي دي نحكى فيها كتير لدرجة أنه نحكيت مين المصارف اللي حامل هالسندات تب فيه معلومات موسئة؟ هلأ فيه معلومات موسئة إيه بس بعتقد موجودة عند النائب العام المالي من شناك على كل حال هو طلع بالصورة رئيس جمعية المصارف كان بالزيارة للنائب العام المالي ولكن بس فيه رؤسة مجالس إدارات وأصحاب مصارف كمان كانوا بزيارة للمدعي العام المالي وما طلعوا بالصورة يعني فيه أكثر من صاحب مصرف فيه أكثر من مدير تنفيذي فيه أكثر من رئيس مجلس إدارة كانوا عند النائب العام المالي لأنه اللي عم بيصير بالمصارف اللي عم بيصير بالمصارف فيه بعض الأمور أنا بسميها قانونية لكنها غير إنسانية وغير أخلاقية يعني فيه فيه معاهير متعددة فيه مواطن إذا ما عاشوا موطن بالبانك بيقدر يسحب مئة دولار بالشهر حتى ما بيقدر يسحب معاشوا وفيه موديعين عم يسحبوا ألف وفيه موديعين عم يسحبوا عم بيحاولوا مصاري لبرة إنه هون المعايير اختلفت يعني من ناحية إنون النقد والتسليف مش نطبق أو بيطبقولك بيان أو بيطبقولك تدبير أو بيطبقولك قرار أو بيطبقولك تعميم أو بيطبقولك ما بعرف شو ولكن المواطن العادي هو الحلاء الأضعف بجلسة مجلس الوزراء الأولى ما بعد الثقة الخميس الماضي وعدنا إنه فيه نوع من تعميم جديس رح يصطر عن مصرف لبنان فيما يتعلق بالكابتل كنترول يعني نوعا ما أواشي فيه جلسة مجلس الوزراء بكرة فيه جلسة أه مأكد وفيه موضوع التعميم رح يصطر عن الجلسة ولا لا التعميم ما بيصطر عن الجلسة مبدأيا هني قالوا أنه فيه قطوات قانونية رح تقار بمجلس الوزراء خلينا نقول شغلي خلينا نقول شغلي الكابتل كنترول يناقض بعض بنود إنون النقل والتسليف لما بدك تعملي كابتل كنترول بدك تعدلي إنون النقل والتسليف إنون النقل والتسليف إنون بده يتعدل بمجلس النواب مش بمجلس الوزراء حلق ممكن مجلس الوزراء يقترح بعد التعديلات تنظيم العمليات اللي عم بتصير بين المصارف والمودعين هيدا غير موضوع اليوم الأساس ما بين المودع والمصارف هو آنون النقد والتسليف هيدا آنون صادر عن مجلس النواب أي تدبير آخر يتعارض مع آنون النقد والتسليف الكلمة لآنون النقد والتسليف حتى الـ Capitol Control إذا بدك تعمليه وتعدلي آنون النقد والتسليف لي ترجمته يخالف الدستور يعني اليوم فيه دستور أنون مرسوم تعميم تدبير المصارف هو التدبير يعني هني عم يعملوا درج الدنيا اللي عزوقون شو بيقولولك إنه صادرة عن جمعية المصارف جمعية المصارف ما إنه هيئة أنونية جمعية المصارف هي هيئة نقابية يعني جمعية المصارف مثل الاتحاد العمالي العام مثل نقابة الصحافي مثل نقابة المحررين تصوري مثلا هلأ يطلع الاتحاد العمالي العام يقول أنون العمل في لبنان لازم نعمل ساعات العمل خلال النهار خمس ساعات وبالأسبوع خمس أيام مش اتحاد العمال العام اللي بيعمل انون اتحاد العمال العام يقترح ومجلس النواب هو الذي يقرر بناء على اقتراح بيجي من مجلس الوزراء نحن صايرين في لبنان مثل ما قالنا بأول حديث هذا بيمون وهذا بيحقل وهذا بيأوطرب وهذا ما بعرف شو فوضى اليوم بموضوع اسمح لي ارجع اسألك بموضوع قصة استحقاق اليوروبوند والأزمة عم نلاحظ انه في نوع من تحفظ ثلاثي السلطة يعني امال التيار وحزب الله استميتوا اعطوا ثقة لحكومة حسن الدياب اليوم عم نلاحظ في نوع من تجاذب وعدم ثقة فيما خص اعطاءها الحكومة صلاحية البت بموضوع استحقاق اليوروبوند ليش برأيك؟ لأما اصلا ما هنم موجودين بقلب الحكومة يعني حزب الله عنده وزراءه بقلب الحكومة ولو بشكل غير مباشر الرئيس بري نفس الشي بس ما شفنا بعدنا عن نحكي عن قصة الرئيس بري كيف اوطب على الحكومة وعلى قراراته ما هو موجود حتى بقلب الحكومة يعني اليوم الرئيس بري موجود بقلب الحكومة بشكل غير مباشر والطيار وطني الحر نفس الشي وحزب الله كمان موجود هلأ الموضوع القرار اللي لازم يتخذ بموضوع سندات الخزينة لبنان لا خيار أمامه عندك اليوم مليار ومئتين مليون دولار يستحقه بعشرة مارس بيرجع في عندك استحقق ثاني بشهر نيسان ويرجع في عندك استحقق ثالث بشهر حزيران الاحتياط الصافي بمصرف لبنان اللي موجود لا يتجاوز 30 مليار دولار إذا أنت شلتي منهم 5 مليار دولار سندات خزينة دولية معنى أنت بعد في عندك 25 مليار دولار ما عم يتخلك أموال من الخارج بهذه الأيام لأنه في ناس بره بطل عندها سئة بالقطاع المصرفي اللبناني انت لا أنا من التجارب اللي صارت من 17-20 الأول لليوم يعني اليوم إذا في مغترب لبناني حاطت وريعة ببانك من البنوكي مش قادر يصحب إلا 100 دولار بالشهر هيدا كيف بديك يحول مصاري على لبنان بيليك أنا يعني أصلا علقان بالموجودين بلبنان ترجع علق غيرهم ما أنا الموضوع إنه كانت سهولة التحويل وكانت ما هني غرون بالفوائل العالية سمح لي أسألك أستاذ جون فغالي بعد عنا وقت إنه نعمل مفاوضات مع الدائنين قبل تسعة أدار وهو الاستحقاق الأول لا هون اللي عم نعمله مش إذا مندفع أو ما مندفع هون اللي عم نعمله مع صندوق النقد الدولي هلأ إنه نحنا بدنا نأجل الدفع بس هلتنا نشوف وفق أي اتفاقية يعني فيه اليوم اتفاق بده ينعمل بواسطة يمكن يكون صندوق النقد الدولي هو عرابه تسير فيه التفاوض مع السنديق الخارجية والمصارف اللبنانية اللي حامل هايدي السنديات إنه اليوم في عندك مليار ومئتين مليون شو الاحتمالات فيه احتمال إنه يمكن تدفعي قصم منه يمكن تقولي إنه أنا قادرة أتحمل أدفع أربعمية مليون اللي هني عمليا التلت فيك تقولي إنه أنا فيني أدفع هلأ الفوائل طبع هايدي القصة فيك تقولي أنا بدي جدولون وطلع سنديات جديدة استحقاق 2025 مع فوائل هلأدف فيه عدة مخارج ولكن أهم الشي بهيدي القصة إنه اللي حاملين هادي السنديات يقبلوا لأنه عمليا بيقدروا يعملوا إشياء تانية فيما يتعلق بلبنان بس هلأ هايدي البهورة إنه ما بيحجزوا ما بيعملوا ما مندفع ما منسوي إيه صحيح مبارح الرئيس السنيورة عم بيقول إنه لو كنت أنا وزير مات كنت ما دفعت نعم برافو عليك بس أنت كمان عدت عشر سنين ما قدمت عطي حساب للموزنات يعني كنت رئيس حكومة إنه هذا الحكي هيك إنه أنا ما بيدفع كيف أنت ما تدفع يعني؟ هادي اللي مدينينك هادي ما أجوا لعندك هني طلبوا منك يدينون بس أني كانوا عارفين المخاطر إيه بس عارفين المخاطر بس في بنود أنت اليوم في بيجي مصر بيجي مثلا هادي اللي إخدين سندات بيقول لك مظبوط أنتو عندكم احتيات دهب برا أنا بدي حط إيدي عليه تحصل أموالي أنتو في عندكم شركات برا أنا بدي حط يعني متل ما قال إنه بتنزل الميدلي إست بطيارة ميدلي إست بمكان ما بيررفع ده وتحتج استيارة الميدلي إليون ضمانة صندوق النقد كافيلة بإنه تساعدنا بجدولة صندوق النقد الدولي هو مؤسسة عالمية وعندها صدقية عالمية لمن حاملي الأسهم بيعرفوا إنه هادي نصيحة جاية من صندوق النقد الدولي ما كمان هنش يكونوا بموجهة مع صندوق النقد الدولي هادي سندق استثمارية يعني بدل ما يقبض مصرياته بشهر أزار بفايدة معينة بجوز يوم تربعة خمس سنين ويخدون بفويد أعلى سؤال يطرح اليوم استعنا بصندوق النقد الاستعانة أو المشورة فري حسب ما فهمنا لبنان ما رح يتكلف ولا أي لير على الموضوع لكن اليوم رينا خبر إنه في اتجاه لطلب من ثمان شركات عالمية كمان يقدموا دراسات في موضوع عيدة جدولة الديون في كتير ناس عم تسأل يا عمي نحن لشو بدنا كل هالدراسات مازال معظم الأشخاص يلي بيشتغلوا بمواقع على القرار سواء بصندوق النقد أو بالبنك الدولي هن مستشارين لبنانيين مضطرين نحن نجعل نتكلف دراسات جديدة الموضوع هون إلو علاقة الموضوع إلو علاقة ببعض النصوص الانونية يعني هلأ في مستشار بيقدر يعطيكي استشارة ولكن في مكاتب معودي كيف تنعمل هاي للقصة ويمكن كان في عندها تجارب بغير دول أنت بتستعيني فيها مشان تتحضر لك نصوصك مشان تتطلع باتفاق يعني الموضوع صار كتير تقني هون على أكيد في لبنانية حتى يعني المسؤولين اللي بدوا يفاوضوا بموضوع صندوق النقد الدولي عن جانب صندوق النقد الدولي ما في منه اللبنانية كمان يعني مثلا الوزير السابق جهاد أزعور إنه واحد منهم الخبراء اللي عم نشوفهم في أصل منهم منهم في وزراء سابقين مثلا هن عم يشتغلوا بهذا الموضوع يعني مثلا الوزير كميل أبو سليمان عم يشتغل بهذا الموضوع لأنه هو عنده مكتب محامات وهو خبير بهذه القصة وخبير بلندن وخبير بنيويورك ستعانت فيه الدولة اللبنانية مشان تيعمل مفاوضاته بواشنطن خليني أسألك من موضوع اليوروبوند بكرة نشوف لنظره قريب شو رح يصير فيه موضوع نبش ملفات الفساد عم نلاحظ كل يوم في فضيحة يتم هيك تظهيرة بموازات صراع النفوذ الدائر بين المستقبل والتيار الوطني الحر برأيك هل من أفق لأن تصل ملفات الفساد إلى خواتيمة في ظلها الصراع السياسي المحتدم؟ أنا بلشتلك بالحديث لما نحكينا عن اليوروبوند وعن صندوق النقد الدولي قلتلك أنه وظيفة صندوق النقد الدولي يحطنا على السكة الصحيحة بموضوع ملفات الهدر والفساد إذا ما نوجدت آلية ووضعنا على السكة الصحيحة ومشينا بسرعة مطلوبة بأعتقد كل اللي عم نشوفه تضيع وقت وللأسف الشديد لسبب كتير بسيط يعني ما لم تفتح ملفات وتنشر أسماء وتقدم الوسائق والمستندات وتطلع أحكام فيها وتجمد حسابات وتجمد ممتلكات إلى حين صدور القرار بأعتقد كل اللي عم ينحكي هلأ نوع من شد العصب يعني مش معقول كمان صرنا ثلاث سنين بنحكي بيهدروا فساد ما في موقوف بالأخير في عدالة في عدالة بدأ تمشي بسرعة أنا هون بعطي مثل اليوم على القرار اللي صدر وبدي أقول لكم مبروك بموضوع صوت لبنان طيب أنه قضية مرفوعة من سنة الألفان وعشرة تخلص بالألفان وعشرين يعني عشر سنين عشر سنين أخذت قضية معروفة من أول يوم أنه الحق لصوت لبنان بقى بتاخد عشر سنين وأكتر من هيك بيوصل الحكم للتمييز بالألفان وسبتعش القاضي جان فهد بياخد قرار بوقف التنفيذ طيب لاش يعني بكرة مثلا إذا صدر قرار تاني إله علاقة بملف معين بيطلع شي قاضي بيعمل قرار وقف التنفيذ أنا هون بدي وجه تحية للقاضي سهال عبود بس بدي أطرح بنفس الوقت علامة استفهام مطلوب من القاضي جان فهد يجاوب لاش عمل وقف التنفيذ طيب أنا انطلقت من هايدي تقول شو إذا قضية مثل قضية صوت لبنان أخرت عشر سنين طيب بكرة إذا في شي ملف إله علاقة بالمال إله علاقة بالكهرباء إله علاقة بالمزود إله علاقة بالالتزامات اللي صارت إله علاقة بالتعهدات إله علاقة بالنفايات إله علاقة بالبيئة إله علاقة بمعامل فرز النفايات إله علاقة بكلها طيب إذا بكرة أخذ ملف الكهرباء عشرين سنين كيف بيأخذ المواطن حقه وكيف بيعرف كيف انصرفت الـ 45 مليار دولار خليني خبرونا من اللي حول أمواله لبنان قبل ما اللي حول مصرياته لبنان بموجب أنون النقد والتسليف إذا واحد معه مصاري وحول مصرياته لبنان ما فيك الطاليبي عمل شيء أنوني مية بالمية أنت مواطن بحول مصاري لبنان أنت ما فيك يتمنعي حبت البدك يه بتحوليه ما فيه مصلحة عامة خليني أرجع أقليك أنت اليوم معك ليرة أو معك مليار بموجب أنون النقد والتسليف إذا الحساب منه مجمد أو إذا مجمد ووصلت على الإشيانس وإذا حسابك جاري فيك تحولي شو ما بدك ساعة اللي بدك بس بعدك عم بتقلي استيجان أنه كانت المصارف نسكرة تمت التحولات تمت التحولات هون المصرف لما نسكر سكر برا ما سكر جوا بس ما فيني طالوا أنا عم بيجي أقول أنت مودعة عندك وديعة ظهرت يا الأنون أنت ما خلفت الأنون أنت طبقت الأنون بس أنا مش عم بيحكي عن هوا أنا عم بيحكي عن شي تاني أهم من هوا بكتير طلع حاكم مصرف لبنان أعلى سلطة نقدية بالدولة اللبنانية بالصوت والصورة وقيل نصرف على قطاع الكهرباء 45 مليار دولار 45 مليار دولار تشكل 50 بالمية من الدين العام نعم هيدا يشكل إخبار أو لا إخبار أنت صرفتي 45 مليار دولار وبعد ما عندي الكهرباء لأهلأ هل مقابلس على عمره شهر مين تحرك طي يعرف وين راحه الـ 45 مليار دولار وإدايش بدنا ننطور طي يعرف نعرف إدوان راحه الـ 45 مليار دولار وهل كدولة لبنانية راح تقدر تحصل شي من هوا أكتر من هاك بتظهري من هاك دي بتروحي على النفايات عندك نفس الموضوع بتظهري من النفايات بتروحي على الصرف الصحي بتظهري من الصرف الصحي بتروحي على مخالفات الأملاك البحرية بتظهري من مخالفات الأملاك البحرية بتروحي على الهدر والفساد بكل إدارات الدولة في عندك 6,000 واحد فاتوا على الدولة بتروحي على سلسلة الرتب والرواتب إنقال إنه سلسلة الرتب والرواتب بتكلف 800 مليون دولار طلعت بتكلف مليارين دولار بتقولي الكلفة السلسلة اللي بيستفيد منها 150 ألف وقس طلعوا اللي بيستفيدوا منها 350 ألف شو هي مستحيل أكتر من هيك أكتر من هيك نظام التقاعد في لبنان كيف يعني أنت بتعرفي أنه رح يصير في عندك رواتب للمتقاعدين أكتر من اللي هني بالخدمة بدك موازنة الولايات المتحدة ما بتكفيك ما في دولة بالعالم عندها نظام تقاعدة مثل اللي موجود في لبنان طيب لبنان بتجيبي مصاري صندوق النقد الدولي إذا أمل لك 4-5 مليون مليار سيدر إذا أمرت لك 11 مليار هاو بيدوبوا مثل الملح هاو بيدوبوا مثل الملح هاو بيدوبوا مثل الملح كل السستان بده يتغير بس أهم شيء أنا بيقولولك أنه نمط الحياة باللبنان بده يتغير إيه مظبوط أنا كقطاع خاص إلي حق عيش مثل ما بدي مع حدا أنه ما عيشي أكي القطاع العام بده يتغير لأنه شو اللي عم بيصير اليوم بالبلد القطاع الخاص يعمل بدوام كامل بنصف راتب لتمويل القطاع العام الذي لا يعمل وبياخد راتب كامل هاي المعادلة وما بتحطيها مدمرة أنت اليوم موظفي قطاع خاص مش أنت أي شخص بيشتغل بالقطاع الخاص اليوم مؤسسته بتخيره أنه اليوم الأشغال تراجعت يا نصف راتب يا عالبيت بيقبل بنصف راتب بدوام كامل هو عم يدفع ضريبة هاي الضريبة في جزء مننا عم بيروح رواتب للقطاع العام اللي بعده القطاع العام لتاريخ اليوم بيقبل راتب كامل أي عادل بيقول أنه القطاع الخاص بدي يقبل نصف راتب وبدي يدفع منه ضريبة للقطاع العام طي يقبل راتب كامل وشو عم يعمل القطاع العام والدولة ما بتتطلع يا عمي أول شغلي بدكن تعملوها بدكن تعلقوا سلسلة الرتب والرواتب ما فيكن تكفوا لأنه إذا كفيتوا بعد شهرين ما بقى فيه مصاري تدفعوا رواتب تبنى بك تدفعوا رواتب أكتر من هيك طيب أنا بدي أعطيكي مطل بسيط لأنه هي مش بالحجم بالأول بنية العمل طيب أنه صدنا نحن ببلد استدعينا صندوق النقد الدولي تيقلنا كيف نطلع من الأزمة في عندك عشر تلاف سائق يعملون يعني يعملون بطريقة هولي إذا بتستدعيون وبتحوليون على السكنات بتعملي منهم جيش لحالهم طيب ليش بدي يكون فيه لليوم بعد سائقين عسكر عند الضباط وعند المتقاعدين على كل حال فيه لا لا بدي يقول شغلي بدي يقول شغلي ليش ليش فيه عندي قصائم محروقات بعدها كمان عم تنعطها طيب يا عمي نحن نحن ببلد علينا مئة مليار دولار دين نحن ببلد استدعينا صندوق النقد الدولي تيقلنا شو بدنا نعمل نحن ببلد مش قادرين نعمل حوالي بالعمل الصعبي لبرا تنستورد دواء تنستورد قمح تنستورد أجهزة طبية بعدنا عايشين بنمط سيارات 12 ألف سيارة موجودة بتصرف موظفين بالقطاع العام قصائم محروقات شوفرية لهول 12 ألف سيارة يعني بتصبر فيه رح يكون فيه إعادة نظر أي ساعد إعادة النظر ما هي المشكلة وين نحن عم نشوف أي طبيب بده يعالج والمريض عم بيموت يعني بتعتبر اليوم حكومة الرئيس حسن دياب غير قادرة على مواجهة التحديات يلي نحن هلأ نترقبها ونقول نحن فوقها لا يقادرة بس اللي جابوها عم بيعرقلوا تركوا وتشتغل أنا مش عم بيحكي عن المعارضة المعارضة أخر يتخيارها وأنا بيحترمه نعم بس اللي جاب هذه الحكومة يتركها تشتغل مين عم بيعرقل؟ سميلي أول واحد ما أنت ما قلت الرئيس بري إلي اليوم أنه نحن مع الجدولة شو بتشتغل الحكومة اللي من رئيس السلطة التشريعية أخد لها دورة؟ بكل بساطة لما بيطلع حزب الله بيقلك أنه نحن بناخد صندوق النقد الدولي كأستشاري يعني بناخد اللي بنسبنا ما أنتوا من الناس اللي وفقتوا على هذه الحكومة في مجال تعتوها شوية وقت تتشتغل؟ طب إذا أنتوا مش عم بتخلوا تشتغل شو خلاتوا للمعارضة؟ خليني أسألك هون عن زيارة لريجاني لبيروت سؤال هل زيارة لريجاني بتوقيتها كانت إلى رسالة مغزى أم فقط هيكي للإستعراض مثل ما أقول والسؤال ليش إجا لريجاني ما إجا وزير الخارجي الإيراني؟ أنت بتعرفي أنه لبنان بالنسبة لإيران أنه هني بيقرروا مين بدوا نودوا ساعة اللي بدهم بيودوا بس إذا كنا جايين تنهني مبدئيا بصرف النظر يعني البروتوكول بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني في عدة ملاحظات عليه أنه قاسم سليماني لمن قتل بغارة بالعراق كان ببيروت كان ببيروت ولكن لم يعرف أنه كان ببيروت أنه هيدا مش مش شخص عادي يعني هيدا قائد فايلة القدس مش مش شخص عادي كان ببيروت وظهر من بيروت وراع الشام ومن الشام راع على العراق واغتيل في العراق هيدا هيدا شو يعني هون بتقولي أنه ليش إجا الجنرال سليماني ما إجا غيره نفس الشي بالنسبة للجاني طب على افتراد أنه هو طلب يجي عنا صفة أنه هي حكومة حزب الله السيد حسن نصر الله بأخر كلمة لأله بيقول أنه أي وصم للحكومة أنها هي حكومة حزب الله ما بتخدمها طيب إجت زيارة لريجاني بالطريقة اللي إجيت فيها خدمة اللي عم بيقولوا أنه هيدا الحكومة هي حكومة حزب الله طب اليوم جايك كان حامل معه استعداد لمساعدات لبنان بيأمس الحاجة لأله السؤال هل نحن قادرين ناخد هالمساعدات طالما في أبواب أخرى دولية وعربية مقفلة شو هي المساعدات اللي ممكن تقدمها يعني اللي طرحوا مساعدات بالأدوية مساعدات بالكهرباء مساعدات بالقصص العلاقة بالموضوع التجاري أنت بتعرف أنه أمريكا هي فرض عقوبات على إيران ولما اللبنان بدي أخذ مساعدات من إيران بدأ تشملو هايلي العقوبات حلق اللبنان بدي يحصوا بحسابه وبدو يدرس شوش فيه يحمل إذا العقوبات الأمريكية قادر يتحملها بدو يفوض يعني عم يفوض بمواجهة مع الأمريكان هل لبنان بالوضع اللي هو فيه قادر على الدخول في مواجهة مع أمريكا اليوم نحن إذا أسلحة الجيش اللبناني إذا مروحية من المروحيات أو إذا زخيرة أو إذا قطع غيار كل هاودي على بعضهم نحن إذا بنونا نطلبه ما نطلبه من الأمريكان إذا أمريكا قررت تفرض عقوبات على لبنان نحن قادرين نحمل هيدا الموضوع هيدا أول نقطة النقطة الثانية قصة الكهرباء وقصة الأدوية قبل ما أوصل أنا لهون يعني أنا صاري لـ 45 مليار دولار على موضوع الكهرباء طب أنا إذا بدروح جيبهم من إيران وفق شو وفق قروض طب لكن بروح بخدهم قروض قبل ما أوصل قبل ما يجي العرض الإيراني بعمل استدراج عروض أنا يمكن تيجي ألمانيا السيمنس الألمانية تعطيني بأرخص من من طب ليش في حساسية إذا بدنا نقول على موضوع الإيراني أنت نحن ما لنا حذورها في مواجهة أمريكية إيرانية على أرض لبنان لبنان برد يقرر نحن اليوم صرنا بالحل مش حساسية صرنا اليوم في مواجهة إيرانية أمريكية على أرض لبنان لاش عم نضحك عبعدنا يعني بالوقت اللي صندوق النقد الدولي عم يتحضر طي يوصل لرجاني موجود ببيروت نعم عظيم أوكي هلأ بدنا نقرر أنه نحن منطلع منقول إيه نحن مناخد مناخد الكهرباء من إيران ومنجيب الأدوية من إيران وتجي أمريكا بتفرض عقوبة علينا شو منعمل كمان في وقعية بهذا الموضوع نحن اليوم إذا نحن بدنا تعطينا حق فعلا إيران مساعدي للبنان تساهم به استعادة سياته تساهم به ترسيخ الدولة تساهم أنه تكون لبنان هو كدولة لبنانية الوحيد المسؤول عن السيادة والأرض اللبنانية ما يكون فيه إلو شريك هاك بتساعدك إيران بس أنه تساعدك إيران أنه تجي تقلك أنه أنا والله بدي جيب لك الكهرباء في دول تاني فيها تقلك إياها كمان المشكلة مش هون المشكلة أنه دول تساعدك تستردي سياتك اليوم برأيك زيارة الرجاني أقفلت الباب أمام زيارة مرتقبة كان ينوي رئيس الحكومة حسن دياب القيام بها إلى الدول الخليجية لا بس أنه الدول الخليجية لا هلأ في عندها تحفز كبير على زيارة رئيس الحكومة إلى الخليج وأنتي بتعرفي أنه بوابة الخليج بتكون عبر المملكة العربية السعودية يعني أنت ما بتقدري تروحي على الخليج من دون المرور بالمملكة العربية السعودية هي أول نقطة النقطة الثانية الخليج بالنسبة للبنان عنده كثير ملاحظات يعني كان بيقدر كان بيقدر لبنان يأجل سيارة الرجاني بس ما أجل هون الخليج أكيد عنده حساسية على هذا الموضوع أكيد أثرت مش أنه أغفلت الأبواب أمام زيارة رئيس الحكومة إلى الخليج ولكن ضعفت من أخرت فينا نقول خلينا نقول أنه ضعفت من احتمالات القيام فيها شو صحة ما نقلتوه أنتو بالLBC أنه إعاز من مسؤول خليجي للرئيس دياب أنه غير مرحب فيك مبدئيا بهالتوقيت عمليا يعني عمليا ما فينا نسميه كلمة إعاز نحن ما استخدمنا كلمة إعاز يعني فيه جس نبض من رئيسة الحكومة اللبنانية لزيارة المملكة هون المعلومات بتقول أنه الطريقة اللي تم فيها جس النبض ما كانت طريقة يعني ريحة المملكة يمكن تكون عبر موفد أو ما بعرف شو بس اعتبرت المملكة أنه في محاولة للفوطي من الشباك مش من الباب وأصلا هي منها محمسة للموضوع فأخرتها زريعة تقول أنه مش هلأ يعني الطريقة عم تحكي أنه ما كانت مريحة يعني مش عبر القنوات الرسمية مثلا فيك تقولي هيك يعني عبر موفد عبر موفد وعتبروا بالمملكة أنه لاش بدأت تكون القصة عبر موفد يعني فيها تكون عبر السفير عبر وزير الخارجية بكلام معلن بكل بساطة بس نحن شفنا اليوم رئيس الحكومة نزل إلى دار الإفتاء اجتمع مع المفتي على ما يبدو أنه هو اعتبر هايدي بداية زا فينا نقول غطاء سني لرئيس لرئيس الحكومة اليوم فيها سعودية تقول أنا ما بدي استقبل رئيس حكومة لبنان مش أنه ما فيني ما بدي استقبله بس يمكن نتأخرها هايدي بالديبلوماسية وعروفة يعني اليوم بس تقول شغلي يعني تقول شغلي أنه أنه السفيق الرئيسي دياب ما رأى على دار الفتوة إلا بعد ما أخد السقه يعني كانت أبويا بدار الفتوة مقفلي عليه وما تنسي أنه وقت اللي صار مهرجان مهرجان 14 شباط بيبات الوسط كان المفتي بالصف الأمامي كان السفير السعودي بالصف الأمامي ما كان في دعوة موجهة لرئيس الحكومة ما كمان هايدي رسالة هاو دي رسائل مش مشفرين هاو دي رسائل مفتوحين وبتقريهم بكل وضوح اليوم فينا نقول هل عاد الزمن إلى مرحلة الاحتضان الخليجي للحريرية السياسية بكير كتير لا أكيد لا بس شفنا سفير السعودي مثل وحضرتك عم تقول كان عشية 14 شباط بيبات بس ايه بدي أقول لي شغلي موقع الرئيس رفيق الحريري بالمملكة موقع كتير مهم يعني الرئيس الحريري هو عراب اتفاق الطائف الرئيس رفيق الحريري وقت اللي ما كان فيه سفارة سعودية باللبنان لما كان فيه هجرة ديبلوماسية من لبنان سواء سفارات عربية أو أجنبية يعني عم بحكيكي من مطلع التمانينات وصولا لتقريبا أواخر التمانينات الرئيس رفيق الحريري كان عبارة عن إذا صح التعبير يعني سفارة سعودية متنقلة باللبنان يعني كان يحمل الموقف السعودي كان يحمل المساعدات السعودية كان ياخد الدور السعودي الرئيس رفيق الحريري هو أحد عربي اتفاق الطائف هو اللي واكب اتفاق الطائف من لحظة البيانة الأول لاتفاق الطائف بقيلول بقيلول التسعة واثمينين وصولا لأربع وعشرين تشرين الأول وقت اللي صدر اتفاق الطائف رفيق الحريري ما ترك ما ترك المؤتمر الطائف ولا يوم طب اليوم الرئيس الحريري ما بيمثل هالتوجه في فرق كبير بين الرئيس رفيق الحريري وبين الرئيس سعد الحريري الرئيس سعد الحريري هو الذي تولى الوراسة السياسية للرئيس رفيق الحريري ولكن الحريرية السياسية لا يختزلها فقط الرئيس سعد الحريري خلينا نكون دقيقين يعني اليوم في كتير ينتمون إلى الحريرية السياسية ولكن خير الجناح الرئيس سعد الحريري يعني في عندك الوزير السابق إنه هذا المشنوق بيقول عن نفسه أو بالأحرى هو في خانة الحريرية السياسية ألواء أشرف ريفي في خانة الحريرية السياسية طيب بها الحريري وين بتحطيه خانة ظاهر وين بتحطيه يعني الحريرية السياسية أنا برأيي لا تختزل بباطل وسط حتى اليوم بعد قرار الرئيس الحريري أو إعلانه إنه التسويه انتهت وإنه سيلجأ إلى معارضة واسعة وشرسة ضد الحكومة لا يحظى ذلك برضى سعود ما؟ لحد هلأ ما أنت بديك تشوفي السعودية هي لمن فشلة التسويه الرئاسية ما فشلت لأنه السعودية بطل بدياها فشلت لأنه ما مش الحال هي كانت معارضة من البداية فإذا ما بتقدر أنت تاخدي كردين للسعودية بالوقت اللي هي مش عم تطلب منك هذه السعودية أصلا ضد التسويه الرئيسي أنت رغم رفض السعودية للتسويه الرئيسي مش تفيها ثلاث سنين ورفضتها لأسباب دخلية مش لأسباب خارجية يعني التسويه الرئيسي طلعوا أنه الشباب في طمع يفوق التصور وهذا الطمع يفوق التصور اختلفوا مع بعضهم بكل بساطة اليوم الخلاف عشوه بجوهر الأمور عشوه الخلاف هل هو الخلاف على بنور دستورية؟ هل هو الخلاف على هوية لبنان؟ خلاف عشوه نتنينتهم عم بيقولوا أنا مشيت معك بس لأنه أنا جربت خبيلك عيوبك الثاني بيقولوا أنا مشيت معك بس كنت عم سطر لك أخطائك يعني شو؟ واحد بيحكيكي عن الكهرباء الثاني بيحكيكي أنه أنا عندي الإبراء المستحيل نايمته بس تنمشي الأمور واحد عم بيقولوا أنه يستحيل أن أبرأك الإبراء المستحيل شو هو؟ نعم يستحيل أن أبرأك الثاني بيقولوا أنت صارف 45 مليار دولار كهرباء هاي التسوية التسوية شو إجت عملت التسوية؟ ما توغزين رح استعملها متل ما هي مع أنه يعني كيف عم بيعالجوا النفايات ببرش حمول اليوم وبالكوستابرافا؟ بالبحر عم بيحطون وعم يطمرون صحيح؟ إجت التسوية الرئيسية تمرت كل الملفات مع أنه لما نبتطمر الملفات ضلت رويح هذه الملفات عم بتفوح لما نختلفوا قالوا لا بدنا نرجع نشيل الملفات ما هيك؟ هاي دي مصيبة لبنان اليوم أنه لما نتفق من نيم الملفات و لما نختلف نفتح الملفات طيب فتحوا الملفات بقى هلأ 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 الوقت لما تنفتح الملفات ما منوح حدا يسكرها و هاي دي مسؤولية الثورة و هاي دي مسؤولية الحكومي اليوم مش بكرا إذا رجعوا اتفقوا نرجع عفا الله عما مضى منحط الإبراء المستحيل بالغزانة و ما نبطل نحكي عن 45 مليار دولار بسبب الكهرباء لا هاي دي الملفات انفتحات مش لازم تسكر و إذا الثورة سكرتها بتكون الثورة مسؤولية كمان اليوم يعني على ما يبدو لبنان مثل ما ذكرت محاصر على خط النار بين واشنطن وطهران السؤال بعد كلها الحالة الفوضى يلي عام نعيشها فيه إمكانية لإعادة ضبضبة الأمور والعودة إلى المسار الدستوري القانوني يلي يعيد إحياء دولة المؤسسات قبل ما نصل لدولة المؤسسات اليوم في عام الأساس اللي هو الوضع الاقتصادي بالبلاد يعني شو ما عملت اليوم إذا ما قعدت السئة المواطن بدولته كيف بدك تعيد السئة إذا ما في المؤسسات بتوسق فيها لا مش قصة توسق فيها ما المؤسسات بدت بدت برهلي كيف بدي يوسق فيها إنه أنا ما فيها تطلع المؤسسات تقولي ولا بزق فيها فرجيني شي على الأرض ما بعدك عم بتقولي هلأ شو هو الملف اللي فوت مشتبه فيه على الحبس نحن صرنا ثلاث سنين عم نحكي بملفات وعم نحكي بهدر وعم نحكي بفساد وعم نحكي بسرقات سميلي حرفات على الحبس ولا واحد الثورة عم تحكي بانتخابات مبكرة لتعيد بين الدولة ومن هون بتبلش السئة مظبوط مظبوط عظيم تتلقى في الحكومة الموضوع وتروح على انتخابات نيبية مبكرة وبهاي الانتخابات النيبية المبكرة بيبين مين اللي بيضل مين اللي بيفل وبنش بس تبهي بالوقت اللي انت عم بتحضر الى انتخابات نيبية مبكرة ما فيكي تتركي كل الملفات الباقية في ملفات مش لازم توقف في ملفات لازم يعني تتنفذ مبارح قبل اليوم واليوم قبل بكرة لأنه موضوع ما بينطر يعني هي قصة الفساد ملفات مش بس ملفات انت عم بتحكي عن خروج اموال ايه صحيح انا بدي شوف مثلا اذا في وزراء ونواب ومدرع عن مين ظهروا اموال هو بدي تلحقي لأنه هولي بدي تشوف في اموال منان يعني اليوم اذا في عندك مدير عام مظهر خمسين مليون دولار منان عنده خمسين مليون دولار مدير عام او اذا في عندك واحد بأحد الاسلاك مظهر ميت مليون دولار منان عنده للميت مليون دولار انا ما قلي على القطاع الخاص هولي شركات عم تشتغيل بس انا عم بحكي قطاع عام لمن مدير عام او وزير بيظهر مية مليون دولار هون الدولة بدأ تيجي تسأله وهيئة التحقق عرفت مين ظهر اوكي في مدير عام ظهر مية مليون دولار انا بستدعي اذا بتريد بدك تقلي انت هون مية مليون منان جيبون بدك تحجزيلو اذا ما عملنا هايكي ما عملنا شي طب واحد ظهر مية مليون دولار بدك تنضي على تعاهد باستردادون باسترجاعون لهون ولا بتطوط على الحبس يعني في مشروع بتطوط ونوة 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 ما بده مشروع لا 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 لحظة 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 خليني قلك شغلي ما هيدا كمان هيدا كمان تضليل ليش تضليل انت اليوم ما عندك مشكلة بالنقص بالقوانين انت عندك مشكلة انه مش عم تتطبق لقوانين مشروع من قانون من اينا لك هذا لاش ما بيتطبق شو بدي بمشروع اللي عم اللي مقدمينه طيار الوطني الحر مع احترامي لقلهم نحن في عنا تخمت قوانين بس ما عنا تطبيق لقلة اينون من اينا لك هذا لاش ما بيتطبق اكتر من هيك يا ستة خليني ايجي ااخد انا من 17 20 الاول لليوم الاموال اللي ظهرت من لبنان اذا اللي ظهروا هن بيشتغلوا بالقطاع العام انا بدي شوف هالمدير العام اللي راتبه خمس مليون ليرة كيف صار معه سروي بخمسين مليون دولار بدي يبرر اللي نجيب هودة تحركت بازية العدل اليوم اليوم تحركت اليوم اليوم تحركت بس هودة الاموال صلهم 120 يوم ظهري من لبنان انا هودة بدي اعرف وين اني ويجي قللي انت الخمسين مليون دولار منين جيبتون جيبتون ورطة جيبتون استثمار جيبتون العبط بالبورصة منين جيبون اذا ما عملنا هودة كلهم اذا ما طبقنا من اينا لك هذا اذا ما طبقنا مظاهر السراء طب في ناس بيخبروك انه في احد احد الاشخاص كان مدير عام او بردبت مدير عام بالدولي عنده تسع شليات طب هودة منين ما هون بينين وما توغزين الشلية مش قلم يعني ما فيك تخبه طب ما هيبك تبعطي وراها تقولوا له هودة من مين برأيك اليوم مش عم تنظلم حكومة حسان الدياب بكل هون تحديات لا تطلع تقول شو بدت تعمل هي انا مطبعش طالب منها شي هي قدمت بيان ويزاري واخرت ساعة اساس وانا بدي حسب علي وانا بدي حسبك اليوم علي الامين العام لحسب الله بيقول اعطوها فرصة وفرصة مش بس ميت يوم بدها اكتر يا عمي اعطيها كل يوم بيومه هيدا التلميذ اللي بروح على المدرسة من عشية ما بيعتوه دفوار على البيت يشتغلوا ويقدموا تاني نهار فيه ابسط من هالمثل انه لم ندرس شي كل السنة ومروح اخر السنة هنقدم فحص اكيد انه نسقط فيه دفوار يومي بدها تقدم بدها تقدم يوميا شو عملت للمواطن يعني استدعوا رؤسة مجالس ادارة مصارف طالح اقولوا شو عملتوا بلشتوا بملفات الفساد ايه ظهرت مصاري من لبنان للخارج قلولي وانني ومين ظهرها مين ظهرها وكيف بك تستردوها اليوم هالغموض بتعتبروا مش بناء يعني باداء الوزراء لا لا لتاريخ هايدي اللحظة انا بدعي الوزراء يكونوا اكثر جرأة ويمكن يمكن اكثر وقاحة انه خي ايه شتغلوا ما احدا عم يمنعكم واكتر من هيك اهم من هاو دي كلهم اذا حوالتوا تشتغلوا ومنعوكم قد مستقلتكم بكل بساطة لانه اليوم هيدا الموقف المهم انا بطلع بقول مثلا اي وزير ما بدي يسميه انا عندي خطة واحد اتنين ثلاثة اربعة اي مدخلي معي او اي ترخل معي او اي محول اللي عرقلته بيدعي لمؤتمر صحافي بخبر الرأي العام كله انه انا جربت اعمل هاو دي فلان وفلان وفلان منعوني لانه انا بيحترم حالي وبحترم الناس انا قدمت استقالتي يمكن لهيك دعا الامين العام لحزب الله لفصل السياسي عن الاقتصاد لا ما بتم فصل السياسي عن الاقتصاد السياسي يشتغل سياسي والاقتصاد يشتغل اقتصاد برجع بقلك مش عايزين لا مصطلحات ولا قوانين ولا مشاريع يا خي روحوا اشتغلوا في قوانين قد مبديك باللبنان روحوا اشتغلوا قبل ما يخرص وقتنا سيد جنفغالي بدي اسألك سؤال بينطرح اليوم بكل هواجس كل شخص لبناني لبنان الموحد قادر يبقى ويستمر على قيد الحياة ايه اذا اذا طبق الانون مع كل الناس اليوم ما عمي طبق لا اكيد اليوم انت الانون بالاشرفية غير الانون بالقاع غير الانون بيراسب علبك غير الانون بصيدة غير الانون بطرابلوس يعني انا اليوم عم بتسمع عندكم على صوت لبنان نعم عبكرة طلع رئيس بلدية القاع بيقول انه في ناس عم بيبيعوا ارض مش لقلون لاشخاص غير لبنانيين طي عمروا عليها وعم بيعمروا عم بعطيكي مثل اليوم من قيل عزيعة صوت لبنان صباحا الساعة تسعة ونص حيقتك مستمع وفي اكيد مستمع وفي ايه اكيد لانه ازيعة بتستحقت تسمعي عليها طلع رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر يمكن اسمه نعم بيقول في ناس عم بتبيع اراضي بمشاع القاع طب هو مسؤول ليش مبلغ الجهاد بلغ الجهاد هو بلغ لو مبلغ ما طلع قيلة نعم بس انه مش حق علي لانه انتين بلغ مين اللي عنده هالجرأ انتبهي ما هيبدا جرأة ما هيبدا فائد قوة واحد يتجرأ يعمله في واحد بيبيع ارض مش لقله لاناس غير لبنانيين وعم بيعمروا لاني ناس حين سوريين نعم طيب تجي انت بالمقابل بالاشرفية اذا مواطن عنده واجهة ازاز على بلكون عم بيسكرة بتلاقي ثلاث دوريات سوى وصلوا لعنده انه شو عم تعمل يا استاذ هدا كيف هدا كيف عم يتطبق الانون هو ذاته بكل الامكنة كيف عم يتطبق فيه بناي انتعمرت بنص الميال بالرمل البيضاء اسمها فيه حدا يقل لي كيف هو خلصيت وكيف بلشت الشغل ومنقدف من واحد لواحد 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 وبعد ما حدا قال له نشيل الناس كيف فيها متنفذين كيف يعني كيف انت بدك توصي انت بدولي وحدة ما قليلي كيف هل حاضر يلي مليان فوضى كيف سيؤثر على مستقبل لبنان برأيك انا خايف على مستقبل لبنان بهذا الجو ايه لانه ما في شي بيشجع ما في شي بيشجع انه طيب نحنا عشنا اول حرب وعشنا حرب ولا حرب وهلأ عم نعيش الحرب المالية وبعدين وبعدين انه يعني لازم نحنا أولادنا يعانوا اللي نحنا عم نعانيه ليش جهاد الزين مبارح بالنهار بيسأل عام 75 ماتت الدولة أمنيا فهل ستموت ماليا في الـ 2020 انت شو بتقول يعني أنا بقول مش ماليا هو لو تموت ماليا وبتظل الدولة مش مشكل بس هي فيه تحلل عمليا فيه تحلل يعني أنا بدي أقلك شغلة يعني بس عملي جولة صباحية أمام أمام السفرات والأنصليات بس يعني أنا اللي خايف منه انه تاكننا وصلنا نحنا ما بعرف إذا رح نحط على السكة الصحيحة بس تاكننا وصلنا وبلشنا ننجز الحلول يكونوا صاروا نص جيل جديد برات لبنان وهذا اللي بصير برات لبنان ما بقى فيك تأنعي يرجع بتريك تقليل ويرجع كرمال شو كرمال مين كرمال شو كرمال مين يعني اليوم رغم إذا إحنا صارنا مئة وعشرين يوم بالثورة بعد فيه أمور بدأ قرار ما اتاخذت عطيتك مثل قصة المحروقات وقصة السيارات وقصة الشفرية وقصة سلسلة الرطب والرواتب كل هذا دي ما تحركوا وبدنا نعمل وبدنا في أي ساعة المريض عم بيموت قاعدين تشارعوا مين بيفوت بيعملوا الإبري عم بيموت برأيك اليوم بعد فيه قوة تقدر تجمع حالة وتوقف خلف هالشعب يلي انطفض بـ 17-20 لحتى تعطي بوش على القليلة معنوية للبنان أنا بقول ايه فيه بس عم بتصير أصعب لأنه وللأسف الشديد عم تتميرس عليهم القوة بشكل أنه صاروا عم بيعدوا للعشة لمن ينزلوا يعني هدا موضوع كمان لأنه بالآخر هدا العسكري اللي عم ينطلب منه اللي عم ينطلب منه ما هدا كمان عم بيعاني اللي منيرجع آخر الليل على البيت هدا اللي منيرخد مأزوليته ويرجع على البيت بيعرف أنه عائلته اللي من عم بتجيب له بضاء الغراض صارت زيادة خمسين وسبعين وثمانين ومية بالمية ما هدا عم بيعاني مثله اللي موجود بالشارع ما هدا العسكري اللي موجود هدا مش جيه من المريخ بس المشك لليوم أنه عم ينطلب منه ناشية بالأخير بخدمة السلطة السياسية حرام حرام بخدمة السلطة السياسية أنه هذا العسكري مش عم بيعاني اللي منيرجع عبيتو يمروا على السوبر ماركت صارت في تورت السوبر ماركت زي دي 70 و 80 و 90 بالمية ما عنده ولاد بالمدرسة ما زالت أقصاطهم ما هدا كمان عنده عنده اثنين معاناة عنده معاناة انه هو عم بيعيشها وعم ينطلب منه ينزل يحد من حركة الناس اللي عم بيعيشوا مثله جون فغالي رئيس تحرير الأخبار سؤال أخير هيك انت كمراقب اذا عم بينك وبين حالك عم بتسأل حالك المواجهة الإيرانية الأمريكية على أرض لبنان رح تنتهي لمصلحة مين إن شاء الله ما تيجي على راس اللبناني وتكسر راس اللبناني لأنه إيران رح تضل بإيران وأمريكا رح تضل بأمريكا بس التكسير رح يصير هون بلاشنا نعيش التكسير بلاشنا نعيش التكسير إنه بالأخير إنه أخير تنينتنا عم تمرجلوا عبعضهم بس إيران موجوري بإيران وأمريكا موجوري بأمريكا بس وانا عم بصير التكسير عم بيصير هون بده حياد للبنان يعني اللبناني هو اللي عم بيعاني اللبناني هو اللي عم تنقطع عنده المواد الغذائية اللبناني هو عم بيعاني من شح الأدوية بس الأمريكاني مش عم بيعاني منها والإيراني مش عم بيعاني منها كله عم تمرجل عنها هون لموازين القوى الحالية برأيك الأمور رايحة لمصلحة مين ولكن بدي أقلك شغل أنه أمريكا قوى عظمة عالمية إيران قوى عظمة إقليمية وانا هم رايح يجاوب عندك انت بدك تجاوب انه ام اقولك ان امريكا قوية عظمة عالمية انه رح اقولك شغلي مبارح لفتني خبر بيقول انه الصين سمحت بادخال معدات طبية امريكية من دون رسوم جمهوركية لانه عايزتها مشان فيروس الكورونا كانت الصين حط عقوبات على امريكا وعم تفرض رسوم جمهوركية على البضائع الامريكية اللي عم بتفوت على الصين صارت مشبورة بهيد المعدات لانه ما عند اياها دخلتها بدون جمهورك يعني هيدا انتصار امريكي على الصين على بلد المليار ومئتين مليون نسمة بفضل الكورونا بفضل تفوق امريكا يعني هود لو عند اياهم الصين ما كانت طلبتهم من امريكا قصة فحص الدم وقصة كذا وكل هيدا التجهيزات بفضل التفوق الامريكي اليوم امريكا متفوقة بالعالم على القليل بالدولار ما بدي اقول بشي تاني مربي العالم بالدولار هلا بتقليلي لمصلحة مين ستكون انا قلتلك احجام اثنين انت شكر كبير لرئيس تحرير الاخبار لالبي سي آي جانف غالي على حضورك بيناتنا رح اختم مع جهاد الزين اخترت لانه كثير معبرة كانت مقالته بيقول تستخرج الثورة جوف التنين كما الروح الخيرة في المجتمع والمهم هي النهايات نحنا بلبنان بتهمنا النهايات بكل العالم بتهمنا النهايات ما هي كل شي كل الامور بخواتيمة على امل ان تكون نهايات سعيدة للشعب اللبناني اللي عرف المقاسة ما لا تعد ولا تحصى شكر كبير لكل اللي تابعونا بحلقة الليلة من موشات المساء تبا لكم اطيب تحيات ريتا اسعد وشادي عقاد الى اللقاء شكرا القضاء يعيد الحق لأصحاب الحق هنا